المتابعين والمتابعات المشاهدين ومشاهدات تلاميذ وتلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا مرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو ان شاء الله سنخصه لتصحيح دي النموذج اللي كنت قدمت في الفيديو السابق اذا الناس اللي يهمهم الامر تلاميذ وتلميذات يتبعون معي الفيديو الى الاخير وانتمنى تكونوا نجزده كما اكتواعدكم انني سنطيل شارجه رح تليت لكم الرابط الرابط هذا النموذج في صندوق الوصف في اخير الفيديو اذا على بركة الله لدينا نص ان الطابع الاساسي للبيت ليس هو عظمته ولا كونه قصرا او منزلا عاديا بسيطا وانما هو في الروح التي تسود بداخله اي في علاقة المحبة التي تربط بين افراده فاذا غاب رابط المودة لن يشعر بالسعادة الحقيقية التي لا تنال بالجاه ولا المال وهذه المحبة ضرورية للقيام بمهمة التربية نفسها او نفسها استكمال معلوماته لذلك فان الذين يعتبرون البيت مهد المعرفة الاول هم صادقون جدا اينما يهتم البيت بزرع محبة الوطن وحاسة الرحمة يفلح او يفلح في بناء عقليات متحضرات عن كتاب النقط الذاتي لعلال الفاسي بتصرف اذا هذا هو المصدر لها النص اذا كما لاحظت ان النص يتكلم لنا على المبادئ لالتربية يتكلم لنا على البيت وهو كأول مدرسة يتلقى فيها الطفل مبادئ التربية الحسنة ويتلقى مبادئ تكوين لالشخصية لالو اذا بلا من سننجز مباشرة الاسئلة اول سؤال عندي هنا احدد نوعية النص بوضع العلامة وش قصة ولا خطبة ولا مقالة ولا رسالة اذا النص ما شيه ما قصة ما خطبة ما رسالة اذا فهو مقالة مقالة ندير العلامة في المقالة تانيا لدي اتمم خريطة الكلمة التالية اذا الخريطة دي الكلمة عندي هنا الكلمة هي الفعل غابة نوعها نكتب هنا فعل نوعها فعل غابة يغيب ضدها اذا ضد دي الكلمة غابة نكتب هنا اختفى اختفى ولا نزيد ندير هنا مثلا ندير واحد ضد اخر نقول هنا احتاجابة ولا ندير افالة هذو كلهم ضدات دي الكلمات غابة مرادفها ضد دي الغابة مرادفها حضارة حضارة الجملة عندي هنا اركب الفعل غابة في جملة نقوله مثلا غابة غابة الأستاذ غابة الأستاذ عني الاجتماعي غابة الأستاذ عني الاجتماعي السؤال باء املأ مخطط عائلة الكلمة البيت اذا هنا سنرى العائلة الكلمة البيت كلمات من عائلة البيت ممكن نقول مثلا الفعل بات وممكن نقول الفعل في المضارع مثلا يبيت إذا بات ندير هنا كذلك مبيت مبيت وممكن ندير هنا بائت اسم الفاعل بائت وممكن ندير هنا الجمع مثلا بيت قول هنا بيوت 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 إذا هنا البيت ممكن ندير البيوت معرفة ممكن نكتب هنا استبات نزيد حرف زيادة استبات وممكن نقول هنا مثلا مستبيت هذن هذن عائلة الكلمة البيت اندز السؤال الموالي السؤال الموالي هنا استخرج من النص المهم التي يحتاجها الأطفال في كل وقت إلا رجعتوا معي النص رجعوا معي النص وهذه المحبة ضرورية للقيام بمهمة التربية إذا إشنУ هي المهمة التي يحتاجها للأطفال في كل وقت وهي التربية إذا هذه المحبة ضرورية للقيام بمهمة التربية نفسها التي يحتاج إليها الأطفال في كل وقت إذن كجواب جواب غد نحاوله نختصره يحتاج 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 الأطفال الأطفال إلى مهمة التربية إلى مهمة التربية باختصار إلى مهمة التربية نشوف السؤال الرابع ماذا نتعلم في البيت إذن هنا كذلك إذا رجعنا هذا الجواب في النص نتعلم في البيت مبادئ وسلوكيات وسلوكيات حسنة وسلوكيات حسنة الجواب باختصار كذلك إذا أرجعنا النص نتعلم فيه مبادئ وسلوكيات حسنة إذن هذا هو الجواب ندازل الآن للسؤال رقم خمسة حدد الفكرة الأساسية للفقرة الثانية إذن الفقرة الثانية تتحدث عن البيت إذن نقول هنا يا البيت البيت هو المدرسة الأولى التي نتعلم فيها أو فيه هو البيت أسس ومبادئ المواطن الصالح مواطن الصالح سابعا ما القيمة اللاخلقية التي يروج لها النص إذن ممكن نقول أن النص يروج لقيمة التربية الحسنة أو الأخلاق الفضيلة إلى آخره إذن نقول هنا يروج النص يروج النص لقيمة قيمة التربية الحسنة التي يتلقاها الطفل في البيت البيت باعتبار أن البيت هو المدرسة الأولى سننذهب الآن للمجال الرئيسي الثاني اللي هو الظواهر اللغوية عن المكون للصرف والتحويل هنا عندي سادي النقاط كما تلاحظوا هذا النمو دجرة عنده عنده التنقيق دياله بمعنى أي سؤال درتيه نعم كتحتسب النقاط اللي عندك وكتعرف رأسك هنا واش يعني رك رك متمكن ولا في طور تمكن إذن عندي هنا يا أصنيف الأفعال التالية في الجدول سادة يعبر إزرع وضع يدعو أمرة إذن عندي كما كنعرف القاعدة إلا بغيت نصنف واحد الأفعال إلى أفعال صحيحة أو أفعال معتلة خاصني ضروري نرجع الضامير نرجع الماضي مع الضامير هو باش كنعرف باش كنعرف الحروف الأصلية دياله إذن عندي سادة هذا فعل رأي هو في الضامير هو في الماضي بمعنى سادة هذا سنحاول أن نصنفه مباشرة كما كنت لاحظوا سادة عنده حرف العلة في الوسط بمعنى هو رأي فعل المعتل ولكن هنا أجوف إذن نكتب هذا الفعل هنا نكتبه في خانة أفعال المعتلة سادة عندي يعبر هذا الفعل في المضارع إذن سنرجع الماضي الفعل في الماضي هو نحيل اللي هي المضارعة نقول عبارة هذا رأي هو مضعف ولكن ما فيش حرف العلة بمعنى رفعال صحيح نكتبه هنا يعبره لاحظوا دائما تترجع الماضي مع الضامير مع الضامير هو يعبر هذه رهلبة يعبره عندي هنا إزرع إزرع هذا رأي في الأمر إذن في الماضي نقول زارع زارع هذا رأي سالم إذن نقول هنا إزرع الفعل هو زارع رأي هو صحيح سالم بمعنى سليم من الهمزي ومن التضعي وضع هذا رأي في الماضي مع الضامير هو ولكن عنده حرف العلة في اللغو اليالو بمعنى رأي مثال وضع عندي يدعو 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 هنا الفعل رأي هو في المضارع إذن نريده إلى الماضي الفعل رأي هو دعا ودعا هذا فعل معتل والآخر هو حرف علة إذن نكتبه في ناقص نكتب هنا يد يدعو يدعو هنا نحيض له هذا الآلف هنا يدعو الفعل آمارة آمارة هذا رأي مهموز لأن الأول الذي له هو همزة وهو فعل صحيح صحيح مهموز آمارة إذن هنا سجوبت على السؤال الأول وفي نفس الآن كنذكر بالقواعد السؤال الثاني أتميم الجدول عندي الفعل هنا نجح ثم ساعد اسم الفاعل واسم المفعول لأن هنا القاعدة ضروري أنكم تذكرها يصع اسم الفاعل من التولاتي على وزن فاعل ومن غير التولاتي بإبدالياء المضارعامي من مضمومة وكسر ما قبل الآخر أما اسم المفعول من التولاتي على وزن مفعول ومن غير التولاتي بإبدالياء المضارعامي من مضمومة وفتح ما قبل الآخر إذن عندي ناجح هذا التولاتي اسم الفاعل على وزن فاعل ناجح ناجح على وزن فاعل اسم المفعول هنا رهما ما كينش هنا ما نقولوش منجوح منجوح لأن الفعل ناجحة راوف الفعل لازم ساعدة ساعدة اسم الفاعل سنقول هذا ره ربعي سنقول ساعدة مساعد مساعد هنا مساعد إذن عندي ربعي إذن يصع اسم الفاعل من غير التولاتي على وزن مضارعه بإبدالياء المضارعامي من مضمومة وكسري ما قبل الآخر مساعد مساعد إذن هذه هي اسم هدواء اسم الفاعل واسم فاعل من هذه الأفعال ناجحة مساعدة ثالثا اجعل ما بين القوسين اسم زمان أو مكان حسب السياق إذن عندي هنا شهد صديقه في التقى الأصدقاء شهد صديقه التقى إذن اسم المكان هنا يغير يكون ملتقى ملتقى بمعنى اسم المكان اللي يطلقوا فيه الأصدقاء في ملتقى الأصدقاء وضع ورقة الامتحان على كتب فعل كتبة إذن سيكون اسم المكان هو مكتاب على مكتاب الأستاذي إذن هنا اسم مكان هنا اسم مكان بلوج ما كانش اسم زمان هنا السؤال الرابع صغص ملآلة من الأفعال التالية وحدد وزنها ناجالة أراها اسم الآلة على وزن مفعال من جال مع الشكل من جال عفوا من جال على وزن مفعال إذن نكتب هنا مفعال لا بد أن تشكل الأوزان طابعة مطبعات طابعة مطبعات مطبعات على وزن مفعالات مفعالات إنها شارة من شار من شار على وزن مفعال مفعال ضروري من الشكل خامسا نصغل اسم التفضيل من الأفعال التالية عاظما ثم لد ومن الفراغ بما يناسب تلاحظوا بأن هذه الأفعال بجزرة تولاتية إذن نقول البرتقال أو اسم التفضيل من الفعل ألذ ألذ الفواكه طعما المدرسة أعظم أعظم من البيوت تربية إذن هنا كما تلاحظوا رب جوج هذه الأسماء تفضيل على وزن أفعال السؤال السادس أكتب بالحروف الأعداد الواردة في الجمهة التالية عندي هنا خمسة وهنا سبعة كما كنت لكم في الفيديو السابق بالنسبة للعدد المعدود لكن العدد ما بين ثلاثة و عشرة هناك يكون العدد يخالف المعدود وبالتالي عندي خمسة وأقلام هنا يرى هو مذكر إذن خمسة ستكون مؤنت نكتب هنا خمسة مؤنت لماذا؟ لأن خمسة لأن المعدود هو مذكر إذن العدد سيكون مؤنت خمسة لدينا إذن conclusة سبعة مكتبات المكتبات مؤنة سبعة ستكون مذكر إذن خمسة خمسة و أقلام خمسة خمسة مكتبات نقوم بسرعة باستفاول إذا كنت لكم نقوم بالمجال الفرعي والتراكيب التراكيب لدينا هنا إلى أن أخرج من النص لا أهم بمعنى نخرج من نص واحد الأفعال مناسبة لهذه الترسيمة عندي الخانة الأولى فعل مضارع مرفوع بثبت النون بمعنى فعل مضارع مرفوع بثبت النون لاحظوا معي نخرج على النص هنا نرى هذا الفعل مضارع فين كين عندي هنا إن الطابعة الأساسية للبيت ليس هو عظمته ولا كونه قصرا أو منزلا عاديا بسيطا إنما هو في الروح التي تسود بداخله أي في العلاقة المحبة التي تربط بين أفراد فإذا غاب رابط المودة لن يشعر بالسعادة الحقيقية لا تنال بالجاه ولا المال وهذه المحبة ضرورية للقيام بمهمية التربية نفسها التي يحتاج إليها الأطفال في كل وقت مهمة البيت نبيلة جدا لأننا نتعلم في مبادئ وسلوكية حسن تجعل الإبن مواطنا صالحا مستعدا لاستكمال معلوماته لذلك فإن الذين يعتبرون هدفي على مضارع ولكن نرى مرفوع بعش بتوبوت النون أيضا هذا من الأفعال الخمسة ردوا لبال لأن الأفعال الخمسة ترفع بثوبوت النون وتنصب بحدفها وتجزم بحدفها كذلك إذن يعتبرونا سنأتي هنا ونكتب نرجع للترسيمة التي سنكتب هنا يعتبرونا يعتبرونا مع الشكل يعتبرونا فعل مضارع منصب بحدف النون هذا يريد أن نقوم بحدف النون فعل مضارع منصب بحدف النون فعل مضارع منصب بحدف النون بمنخص يكون قبل منه أداة نصب مباشرة سنأتي هنا لن يشعروا ولن نرى من أداوات النصب إذن لن هو أداة نفي ونصب يعني عارفوا بأن أداوات النصب التي تنصب الفعل مضارع هي أن لن كي إذن إذن كتذكير فقط لن يشعروا إذن سنأتي هنا ونكتب هنا يشعروا لا نكتب لن لن نرى من أداوات النصب يشعروا لأن قبل منها لن لن يشعروا منصب بحدف النون لأنه من الأفعال الخمسة دخل عليه لن فعل مضارع من الزوم هذا فعل مضارع من الزوم بمعنى وقبل منه وحد أداة جزم كذلك أرجع لاحظوا معي أرجع هنا كذلك النص هنا عندي شوفوا معي هنا أينما يهتم البيت بزرع محبة الوطني وحاسة الرحمة يفلح إذن إما نكتب يهتم إما نكتب يفلح لماذا؟ لأنه عندي أينما أداة جزم وهو الشرط كما تعرفوا أينما هي من أدوات الشرط التي تجزم في علين مضارعين إذن أنا سأأتي هنا ونكتب هنا ونكتب هنا ونكتبهم بجوجه إما نكتب هنا نضع يهتم ونحن نضع يفلح بجوجهم الليدرتي وحدة فيهم صحيحة يفلح سننذهب الآن للسؤال رقم جوج وحول الجملة التالية حسب المطلوب ما الذي يوجد هنا يشارك في أنشطتي القسم المضارع المسند إلى وو الجماعة المضارع ولكن سنقوم بوو الجماعة هم الغائبون سنقول يشاركون 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 ونكمل أنشطتي القسم هذه ستعاوده فقط المضارع المسنوم ما يسنده إلى ألف لإثنين بمعنى المضارع المسنوم خاص يكون قبل منه أداة جزم إذن ضروري نقوم بأحدة أجزم أداة جزم إما لم نقوم بأحدة لم ولكن هذا هو مضارع المسنوم ومسند إلى ألف لإثنين إذن لم يشارك لم يشارك لا نقول لم يشارك إلا سيكون هنا يمزون بحد فنون لأنه من الأفعال الخمسة لم يشارك في أنشطة القسم ندوز الآن للسؤال الموالي اللي هو أملأ الفراغ بالإسم المناسب حسب موقع عربي في الجملة إما ندير آبا ولا آبا ولا آبي إذن هذا من الأسماء الخمسة ولكن هنا حسب الموقع في الجملة مر يقدر يجي منصوب يقدر يجي مرفوع يجي مجرور ساعد الصديق من ساعد الصديق ساعد الصديق آبا شكون ساعد إذن آبا ستكون مفعول به ومفعول به هنا يجي يكون منصوب منصوب بالآلف إذن آبا آبا إبراهيمة رحب الجد ب كتلاحظ بأنه عندي هنا حرف الجر بمعنى اسم هنا يجي يكون منصوب بآبي بآبي عفوا يجي يكون مجرور بالياء بآبي دخل دخلش كل دخل غير يكون فاعل دخل آبو هو الفاعل والفاعل يكون مرفوع يعني يكون مرفوع بالو لأنه من الأسماء الخمسة نتمنى تكونوك تفهموها تشي اللي كنقول وفي نص الوقت راني كنذكركم بالقواعد أديمشي الآن السؤال الرقمر بعض عسطرا تحت التوكيد وحدد نوعه إذن عندي جوج ديالجمال غادي نوضع سطر تحت التوكيد ونحدد النوع ديره بمعنى واش توكيد معناوي ولا لفضي التربية نفسوها التي يحتاج إليها الأطفال إذن ها هو نفسو وهذا هو التوكيد ماشي لها ردوا لبال بعض التلامن كي يقول لك هذا الضامر تغوره داخل مع التوكيد ذكره غير مضاف إليه إذن نفسو أنا استرت على نفسو فقط إذن نفسو غا نقول هنا يا توكيد توكيد معناوي هذا توكيد معناوي المدرسة المدرسة بيتي الثاني هنا كنتلاحظ لأن نرى اللفظة ديال المدرسة تكرج مرات ها هو التوكيد هنا هو للفظة الثانية هذا يسمى توكيد توكيد لفظي بكلمات أو بلفظة المدرسة خامسا أربط بسهم كل جملة بما يناسبها أزداد التلميذ اجتهادا شربت كوبا من اللباني شربت كوبا من اللباني أو شربت كوبا لبانا هنا من اللباني هنا رجر ومجرور إذن تمييز ملفوض تمييز ملفوض هذا تمييز ملفوض أزداد التلميذ اجتهادا هذا تمييز ملحوظ عندي هنا السؤال السادس أعريب الجملة التالية استقبل المتعلمون المتعلمات في المدرسة إذن بيعجالة ندير استقبال 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 هذا أنقل فعل ماض مبني على الفتح ها هو نجيل هنا نكتب المتعلمون المتعلمون سقبل المتعلمون فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم و جمع مذكر سالم كنعرف بأنه كيكون مرفوع بالواو المتعلمات إذن نكتبه هنا المتعلمات المتعلمات هذا هو مفعول مفعول به منصوب باش بالكسرة النائبة يعني الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم هنا لا بد ما تذكر القواعد كنعرف جمع المذكر سالم يرفع بالواو ينصب ويجر باليال جمع المؤنث سالم يرفع بالضم الظاهرة يجر كذلك بالكسرة الظاهرة وينصب بالكسرة النائبة يعني الفتحة في في حرف جار ونجيل هنا ينكتب المدرسات المدرسات اسم اسم المجرور بالكسرة الظاهرة العخير ولا يدرت اسم المجرور كافية ندوز الآن المكون ديال المكون ديال الإملاء وغننوقف لأن هنا عندي الكتابة وشكل وتعبير الكتاب سنجعلهم في الفيديو الجاي إن شاء الله لأن هنا كنلاحظ بأن نرى نطولت بز أملأ أملأ الفراغ بهمزة القطع أو همزة الوصل المناسبة هنا اشترى الفعل هنا يجب أن تكون همزة قطع تنطق لأنها جاءت في بداية الكلمة اشترى أخي أخيرها همزة قطع أخي الهدية همزة وصل لا تنطق سننضر وفق من نامهم صغيرة لأنها جاءت في وسط الكلام عندي السؤال تاني أكتب بنو أو بنو في المكان المناسب نجح علي بنو محمد هنا بنو بدون ألف في الاختبار عاد عماد بنو القريتي نضير همزة عماد بنو القريتي بنو القريتي لأن هنا القريتي لا اسم عالم هنا بنو نكتب بدون ألف إذا جاءت بين اسمين عالمين هنا عندي عماد اسم عالم ولكن هنا القرية لا اسم عالم إذا نكتب ها بالآلف من القريتي من المهجار ثالثا أملأ الفراغ بالآلف اللينا المناسب اشترى يشتري هنا تحول ياء في المضارع إذا آلف مقصورة مصطفى كذلك نحولها المتنى نقول مصطفى ياني تحول ياء إذا أصلها آلف مقصورة هدايا آلف ممدودة لأننا نعرف بأن الآلف الممدودة تكتب في آخر الكلمة إذا كان ما قبلها ياء هدايا من دولات تركيا كذلك هنا نكتبها بالآلف لأن ما قبلها ياء إذن هذه حسب القاعدة أملأ الفراغ بالهمزة المناسبة سأل هنا همزة متوسطة على الآلف لأن هي مفتوحة وما قبل أن مفتوح رئيس هنكتبها عليا لأن ها جاءت مكسورة بطء همزة متطرفة سأكتبها على السطر لأن ما قبلها ساكن وضوء سأكتبها على الواو لأن ما قبلها ضم نتمنى تكونوا فهمتوا معايا وتبعتوا معايا هاد الفيديو الناس اللي ما مشتركين شي يشتركوا في القناة ويشجعون على هاد المحتوى الموعدون إن شاء الله في الفيديو الجاي غادي نصحح فيه الشكل ونصحح فيه مكوين تابير الكتابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته